اشتركوا في القناة بمقر الامم المتحدة لمتابعة مستجدات تنفيذ اهداف التنمية المستدامة للدول العضاء التي نظمها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي جاءت تحت عنوان معا من اجل مدن شاملة ومستوطنات بشرية امنة وخلال الحلقة النقاشية قال الوزير ان تضمين برنامج عمل الحكومة الحالي التزاما اسكانيا ببناء 25 الف وحدة سكنية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وطيرة توفير الاحتياجات الاسكانية للمواطنين كان له بالغ الاثار في تحقيق نقلة نوعية في الملف الاسكاني في المملكة اسفر عن توزيع اكثر من 15 الف وحدة سكنية في غضون السنوات الاربع الماضية مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة المقبل سيتضمن ايضا توفير المزيد من الوحدات ضمن المساعي الحكومية لتنفيذ امر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لبناء 40 الف وحدة سكنية واضاف المهندس الحمر ان التقرير الوطنية الطوعية الاول الذي قدمته البحرين الى الامم المتحدة يتضمن خطوات المملكة التي اتخذتها من اجل سكن امن للجميع حيث اشار التقرير الى تقديم خدمة السكن لذوية الدخل المحدود فضلا عن ايلاء المرأة البحرينية المطلقة والعزبة اهتماما كبيرا في توفير الخدمات الاسكانية لها من خلال تخصيص فئات لهن وفدى الوزير خلال النقاش الى ان ما تحقق من انجازات اسكانية خلال السنوات القليلة الماضية كان دافعا للوزارة لاجراء مزيد من الدراسات والمراجعات للسياسات الاسكانية المعمول بها في المملكة حيث ابرمت الوزارة وثيقة تعاون مع المكتب الانمائي للامم المتحدة وتمكن فريق العمل المشرك من التوصل الى مسودة اولية لتطوير تلك السياسات حيث تهدف الوزارة من خلال ذلك الى الاحتفاظ بمبدأ السدامة الملف الاسكاني على المدى البعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر